يعتقد أن هذا البئر يستطيع أن يضمد جراحة وأوجاع كثيرين أتوه من أسقاع مختلفة من داخل السعودية وخارجها البئر يصب في هذه البركة وتحتوي مياهه على مواد كبريتية يظنون أنها تريحهم من أسقامهم فايز قدم من مسافة أربعمائة كيلو وهو أول الواصلين للبسبح منضم المخططات لأنه عندي شوية حساسية أنا وإن شاء الله نتعج بإذن الله بالرغم من حرارة الجو وحرارة الماء العالية إسدادت عدد القادم للمسبح الكبريتي وتعالت رغبتي بخوض التجربة والله أنا أجيها بشكل مستمر لسنين يعني انقطعنا فترة الكورونا وانتخابر الظروف وكذا وأكيد العين الحارة لها فوائد لا تحضرني الآن بس أنها للحساسية والجلد كويسة يعني كبار السن زوار دائمون للمياه الكبريتية التي يتغير لونها إلى الإسفرار بسبب موادها الطبيعية الوالد يجي شبه سنوي هنا في السنة مرة فين ثلاث يحصل فوائد منها منها لاركبان منها للظهر عندها منها للكتوف نحن جل الله كل ما جمنا هنا تحسن فيه تحسن كل مال أكثر وأكثر انخفاض الألام واعتدال السكر لدى مرضى السكر بسبب المياه الكبريتية يعزوه بعض المختصين لوجود معادنة تساهم في جعلهم بحالة أفضل كل من زار هذه المياه الكبريتية أو الموية الحارة كمصطلحة على تسميتها في هذه المنطقة عاش تجربته الاستشفائية الخاصة به أما الآن فأقوم بعيش نفس التجربة في هذه المياه الحارة عبد المحسن الحربي العربية مركز الجوبا في وادي الدواسر ترجمة نانسي قنقر